السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, معنا موقع تقدر تعمل من خلال التصميم الليكورية على ، باربوينť تقدر تعمل ماية précision.камات انفو جرافكك تعمل مواصقات bananas صور تعمل حبات كثيرا جدا ماية يعني مž dran انتيجة على結果 تع we can create ت Bereich تشترك كمية كتيرة تقدر تعملها من خلال البرنامج وفيها حقات تكترة بالزكاء الصناعية تقدر تعمل صورة باليocyق الصناعي تهقض لعمل لتكست تقدر تعبدل من خلال الزكاة الاصماعية. عندك حاجات كومنتز كثيرة. عندك حاجات خاصة بالتشارت. حاجات خاصة بالانفو برافيك. كل ده في موقع واحد. يعني بدل ما تلف على الموقع كثيرة وتشتير الموقع كثيرة. الموقع واحد فيه الحاجات دي كلها. والميزة اللي هو فيه تيمبيلت لحاجات كثيرة جدا. يعني ممكن تبدأ من تيمبيلت بدل تتقفى راقت كثير بدل ما تبدأ من السفر. طيب تعال نشوف الموقع. اول ما دخلت بيقول ان انت عايز اضغام في ايه. تمام. طيب اولو اسكيب. و تبدأ بقى تشوف الموقع ده ممكن يخدمك في حاجات كثيرة جدا موجودة فيه. فيه تيمبيلت كثيرة موجودة. يعني انت تشوف تصميم قريب من تصميم اللي انت تفكر فيه وتبدأ تشغل منه. تمام يعني ممكن مثلا تدخل على تصميم زي دوت هتقول له اديت. مجرد اتعدل الاسم اتعدل الصورة زي ما انت عايز لكن هتلاقي في الاخر ان انت وصلت للتصميم اللي انت عايزه في الوقت وبدو مجهود ده بيزي التمبليت مجرد ان انت اعمل تسليكت على الكالتيكست تقدر ان انت اتعدل فيه يعني عايز اتعدل هنا تقدر تعمل سليكت وتعدل على الكلام اللي موجود تعدل في الخط نفسه تكبره تصغره لونه كل ده تقدر تعدل فيه بصورة جميل جدا لو انتش عارف تكتب ايه اقول ايه اي ريتر فيقولك انت عايز تكتب عن ايه ويبدأ ان هو يكتب لك المقالة اللي انت عايز تكتبها تمام فالذكال الصناعة موجود معك في كل حاجة كل التصميمات اللي انت عايزها تقدر انت تعملها فيه جرافيكس مسلا عايز ايكونة معينة تقدر ان انت تختار وزي ما انت شايف فيه حاجات كتيرة ببلاش لكن ممكن تلاقي حاجات المرسومة عليها علامة معينة كده ان دي بفلوس لو فيها يكونك كتيرة جدا فالذك انا اختار حاجة وبعد كده ادخل تحتية تلاقي حاجة تانية وهكذا حد نتصل لانت عايزه فيه فوتو صور ممكن تحمل صور من الجهاز عندك او هتلاقي صور جاهزة تقدر تختار منها ايبس هو مرتبط بحك كتير قوي يعني هو بنسبة كبيرة قوي قريب من كنفا طيب تعال نيجي هنا هتلاقي هنا المشاريع اللي انا شغلت عليها ممكن تقول له انا عايز اشوف ماي فايلز دي الحاجات اللي انت شغلت عليها حاجات بتحتك انت ممكن تضيف اشخاص تانية يكونوا شغالين معك في المشروع طيب عايز اعمل حاجات تانية هقول له create new project وتشوف بقى البروجيكت اللي انت عايزه ده presentation ولا infographic ولا documentis ولا chart ولا printables ولا web graphics طيب انا هقول له مثلا presentation فايبدأ يفتح لي حاجة خاصة بالبرزنتيشن اختار منها او بشكل ده وتتلاقي انا presentation لو انت عايز كومنتس ويد بيبر ويد بورد تشارت كل الحاجات دي موجودة تقدر انت تختار منها اللي انت عايزه يعني لو انت عايز presentation هتلاقي حاجات جاهزة مجرد ان انت تختارها تفتح معك تقدر بس تعمل لها edit يعني لو انا عجبني هقول له edit يبدأ يفتح الملف مجرد ان انا احط المعلومات بتاع الشركات فيه يبقى انا عند البرزنتيشن جاهزة واذا كله صناعة موجود كل شو ممكن تقول له اكتب لي حاجة او ارسم لي حاجة او 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 يبدأ ان هو يساعدك في تصمات اللي انت عايزها اي دي بقى الشرايح تقدر ان انت تتعدل الشراح الاولى الشراحة التانية الشراحة التالتة وتقدر ان انت تعمل لها present تقدر انت تشوفها online يعني ممكن تعمل البرزنتيشن من خلال الموقع طيب اه لو انا عايز اعمل download للحاجة بعد ما عملتها هقول له download فممكن تعملها كجي بي جي او بي اي جي او بي دي اف او فيديو او برينت اوف لاين او اللي اميس طيب بعد كده اهم حاجة التكلفة كام فلو جينا هنا هلاقي ان البيزيك زيرو بالدولار يعني اقدر اكمل عليها unlimited project طيب بيقول لي الستارتر اللي هي 12 دولار في الشهر فيه شوية امكانيات وبيولدها منود asgpgpngpdf 24 الاميلات والشات سابورت متاح اكتر هنا ممكن ما يكونش فيه متاح وهنا البرو بيديك امكانيات افضل طيب دي الاسعار عشان الناس كتير بتتساغ على اسعار الموقع موسيقى موسيقى